هذه الصورة تهدم فرضية كروية القمر وأن نوره يعكسه من الشمس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا دليل جديد يثبت أن القمر لا يعكس ضوء الشمس بل هو قمر منير بذاته وأن طريقة تغير إضاءته من هلال إلى بدر ثم عودته إلى هلال في نهاية الشهر أمر لا زال البشر يجهل تفسيره تماما التفسير الذي يقول أن القمر يعكس نور الشمس تفسير باطل وأحد الأدلة على بطلانه هو هذه الصورة صورة الهلال تم التقاطها يوم ثلاثة رمضان الملفت في هذه الصورة هو جزء القمر المظلم جزء القمر المظلم اتضح أنه ليس مظلما بل يصدر إضاءة ضعيفة تظهر فيها تفاصيل القمر المعروفة ترى ما السبب؟ هل هذه باركة هلال رمضان؟ الجواب هذا حال الهلال دائما عندما يولد في بداية الشهر يكون جزء القمر المظلم مضيء ولكن إضاءة خافتة قد لا نراها بالعين المجردة ونحتاج أن نستعين بأداة تستطيع أن تلتقط الإضاءة الخافتة بتفاصيلها هذه الصورة تهدم فرضية كروية القمر وأن نوره يعكسه من الشمس سنبين ذلك في هذا الفيديو في البداية دعني أريكا الطريقة التي تطبط فيها إعدادات الكاميرا للحصول على مثل هذه الصورة في هذا المشهد أقوم بتصوير القمر بكاميرا نيكون بي 900 كما تلاحظ هنا القمر وعلى شاشة الكاميرا يظهر الهلال بعد أن قربنا المشهد كما نلاحظ جزء القمر المظلم غير ظاهر لأن إضاءاته ضعيفة يحتاج الأمر إلى زيادة حساسية الكاميرا للضوء وزيادة كمية الضوء الداخل إلى الكاميرا زيادة حساسية الكاميرا للضوء يتم عن طريق إعداد في الكاميرا اسمه أيزو الأيزو هنا 400 كلما زادت قيمة الأيزو زادت حساسية الكاميرا للضوء نقوم الآن برفع أيزو الكاميرا رفعناه إلى 6400 وهو أقصى أيزو في هذه الكاميرا نلاحظ أن جزء القمر المظلم بدأ يظهر له حدود يميزه عن خلفية الليل السوداء هذا بسبب الإضاءة الضعيفة التي يصدرها جزء القمر المظلم أيضا يمكننا زيادة كمية الضوء الداخل إلى الكاميرا عن طريق تكبير فتحة العدسة من هذا الخيار كلما قللنا الرقم هنا معناه زيادة في فتحة العدسة بالنسبة لهذه الكاميرا هذا أقل رقم أستطيع أن أصل إليه وكلما قمت بتقريب الصورة كلما زاد هذا الرقم وقلت فتحة العدسة أيضا بطريقة أخرى يمكننا التعديل على إعدادات الكاميرا لجعلها تستقبل كمية كبيرة من الضوء وذلك عن طريق ما يسمى بالشتر سبيد والشتر سبيد هو سرعة التقاط الصورة كلما التقطت الصورة بشكل أسرع كلما استقبلت ضوء أقل أي كل ما نحتاجه هنا هو إطالة مدة التقاط الصورة إطالة مدة التقاط الصورة معناه عندما أضغط على زر التصوير ستجد الكاميرا تأخذ عدة ثواني حتى تلتقط الصورة وخلال هذه المدة الكاميرا تقوم بجمع كمية كبيرة من الضوء وهذا ما نحتاجه كي تظهر تفاصيل الضوء الضعيف الصادر من جزء القمر المظلم إطالة مدة التقاط الصورة يتم من هذه الخانة كلما زاد الرقم زادت المدة أقصى رقم وصلت إليها هذه الكاميرا هو واحد على اثنين وأستطيع أن أصل إلى الرقم اثنين في حالة تقليل الايزو لذلك سأقوم بتقليل الايزو إلى ثمانمائة لاحظ كيف أصبح الآن بالإمكان تعديل الشطر سبيد إلى اثنين الآن لنقوم بالثقاط الصورة لاحظت كيف تأخرت اللقطة عدة ثواني وذلك لجمع الضوء لذلك التصوير بهذه الطريقة يحتاج إلى تثبيت الكاميرا بترايبود كي لا تلتقط لنا الصورة مهزوزة غير واوحة بعد التصوير نتجي لنا هذه الصورة جزء القمر المظلم أصبح مضاءا واضح المعالم هذه الصورة تم التقاطها في خمسة رمضان والهلال قد كبر قليلا وقبل ذلك في ثلاثة رمضان التقطت هذه الصورة المماثلة لها ظهور تفاصيل القمر هنا دليل على أن الصورة غير مشوهة بسبب رفع حساسية الضوء للكاميرا بل هي صورة حقيقية تثبت أن جزء القمر المظلم يصدر ضوءا ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن النظرية أو الفرضية التي تقول أن القمر يعكس ضوء الشمس هي فرضية باطلة تماما يقولون أن سبب تكون الهلال أن أشعة الشمس تسقط على نصف القمر فيضيء ويظلم النصف الآخر مثل تفسيرهم لحدوث الليل والنهار على الأرض فنصف الأرض نهار وهو الجزء المواجه للشمس والنصف الآخر مظلم وهو الجزء الغير مواجه للشمس كذلك جزء القمر الغير مواجه للشمس يكون مظلم وعندما نرى الهلال من هذه الزاوية فتفسيرهم هو أننا نرى جزء صغير من نصف القمر المضيء الذي يظهر لنا بشكل هلال ضوئي أما النصف الآخر من القمر يصبح مظلما لأن أشعة الشمس لا تصل إليه ليعكسها لكن اتضح الآن أن جزء القمر المظلم ليس مظلم بل يصدر ضوء طفيف فإن كان القمر يعكس الضوء فضوء من يعكس الآن؟ إن قلتم أنه ضوء من الشمس فيجب أن يحصل ذلك للأرض أيضا ويكون ليلة الأرض غير مظلم تماما وهذا ما لا يحدث أبدا فاسروا لنا من أين يأتي القمر بهذا الضوء الضعيف في جزئه المظلم وإن وجدتم تبرير فلا تستعجلوا به الآن لأن سلوك الهلال في آخر شهر رمضان قد يختلف عن سلوك الهلال في بداية الشهر سنصور الهلال في آخر شهر رمضان لنرى هل جزء الهلال المظلم يضيء أيضا كما في بداية الشهر سلوك القمر هذا دليل على أن الآلية التي تعمل بها إضاءة القمر لا زالت مجهولة تماما عند البشر وأن القمر ليس كروية الشكل فالقمر لا يظهر إلا بوجه واحد معروف وعندما نسألهم لماذا لا يظهر القمر إلا بوجه واحد فقط منذ أن خلق يقولون أن القمر عند دورانه حول الأرض أيضا بنفس الوقت يدور حول نفسه بحيث لا يرينا نصفه الآخر أي أن القمر يدير ظهره عنا ما هذه الصدفة المتكررة التي لا تخطئ كل حركات الأرض والقمر في الفواء ومع ذلك لا يخطئ القمر فيرينا ظهره القمر يدور حول الأرض والأرض تدور حول نفسها وحول الشمس وتجري مع الشمس في المجرة ومع كل هذه الحركات المتغيرة لم يحدث أبدا بأن أرانا القمر ظهره وكأن القمر شخص عاقل متيقب حريص طوال الوقت على أن لا يرينا ظهره هل فعلا انطلت عليكم مثل هذه الترقيعات ألبيّن بطلانها؟ الأمر الآخر في سلسلة علم الفلك الحقيقي على القناة لاحظنا أن فلك القمر في السماء يمر بثمانية وعشرين منزلات نجمية والمصادفة العجيبة أن الشمس أيضا تمر على نفس هذه الثمانية والعشرين منزلة لا تحيد عنها ترى كيف حدث ذلك؟ لماذا الشمس والقمر نراهما يمران بجوار نفس النجوم دائما مرارا وتكرارا وكأنهم بفلك واحد مع أن القمر بحسب فرضياتهم يدور حول الأرض أما الشمس فثابتة والأرض هي من تدور حولها أي أن سلوك وحركة الشمس والقمر لا يمكن أن تقارن مع بعضها في نموذجهم لا من حيث الحجم أو مسار الحركة ومع ذلك أعيننا تراها تتحرك في نفس المسار في السماء خط واحد لا يحيداني عنه بجوار نفس المنازل والأبراج النجمية فما هذه المصادفة؟ وهكذا ستجد علم الفضاء مليء بمثل هذه المصادفات الحقيقة هي أن الشمس والقمر قرينان كما ذكرت آيات الله دائما الشمس والقمر يذكران مع بعضهما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار لاحظ الشمس تذكر مع القمر والليل مع النهار والسماوات مع الأرض فالأرض قرينة السماوات والشمس قرينة القمر والليل قرين النهار قال تعالى ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون إذن الأمر واضح جدا في الآيات ولا ينكر ذلك إلا مغالط لنفسه الشمس قرينة القمر يتحركان على نفس الأبراج والمنازل ويوم القيامة سيصطدمان ويجتمعان مع بعضهما قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المثر الشمس تصددم بالقمر يوم القيامة بعد أن كان يجريان في أفلاك متقاربة من يرى الشمس والقمر يجريان على نفس المنازل النجمية ويرى الشمس تسرع وتقترب من القمر يتساءل الإنسان لماذا لا يصدم الشمس مع القمر إلا أنه مع اقتراب الشمس من القمر يتحول القمر إلى محاق ويختفي من السماء فلا يظهران بجوار بعضهما في السماء والله قد قال في آياته أنه لا يمكن للشمس أن تدرك القمر هذا في الدنيا قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لماذا يخبرون الله أن الشمس لن تدرك القمر لأن الناظر إليها من الأرض يرى الشمس تسرع نحو القمر فهي أسرع منه وتجري على نفس المسار في السماء ولكن مسارها وفلكها مختلف نفس المسار الأفق في السماء ولكن المسار العمودي مختلف أحدهما أعلى من الآخر ولكن يوم القيامة عندما تزلزل الأرض وتمور السماء مورا سيحدث خلل في هذه الأفلاك ويهبط الفلك ليكون على مستوى فلك آخر فيحدث الاستدام والله أعلم وجمع الشمس والقمر واجتماعهما مع بعضهما يدل على تقارب حجمهما ليس صحيحا ما يقوله حزب إبليس أن قطر الشمس أكبر بأربعمائة مرة تقريبا من القمر هذا كله من تعظيم حزب إبليس للشمس التي فتن الناس بها منذ القدم وجعلهم يعظمونها ويعبدونها فهو يعتبرها رمزا له فقد جعل الناس يظنون أنها نار مشتعلة فهي يتمثله لأنه خلق من نار ألا تلاحظون أنهم يجعلون كل الكواكب تدور حول النجوم والكواكب عندهم أتربة وسخور مثل الأرض تدور حول نجوم من نار والدوران هو الطواف من شعائر العبادة لماذا لم يكتشف أحد العلماء في الفضاء مجموعة من النجوم الصغيرة تدور حول كوكب كبير الحاجم ذو جاذبية عالية لماذا لا نسمع عن مثل هذه الاكتشافات في الهضاء ألا يمكن أن يحدث ذلك صدفة؟ أم أن المخرج لا يعجبه هذا السيناريو ويتمسك بقاعدة دوران التراب حول النار وليس العكس كل هذا تقديس لإبليس تقديس للنار التي خلق منها وأن التراب أقل منه قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إذن هذه هي العقدة الإبليسية من كل ما هو طيني والآن يوظف حزبه من شياطين الإنس لإثبات هذه العقدة نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته